اشتركوا في القناة روائع وامداع ده هبكة معنا يا جماعة خلط زي ما احنا شايفين كده ده مش شغال خالص قطع خالص هنجرب كده عالكهربا عالسيريا لطبعا شوالينا كله عالسيريا زي ما احنا بنقول تمالي قدي السيريا لجماعة المتين نجرب كده ما بيشتغلش لو هو شغال والدايرة اكتملت وسعب كهرباء اللانضة دي هتضيق فدي بيان مهم لالانضة دي لقص الخلط ده شغال ولا لا هنفكوا كده يا جماعة من جوة اهو هنفك الوش ده واحد ادنين تلاتة اربعة ونفكوا وارجعلكوا الهبنا يا جماعة الجهاز كده وزهر لنا المطور المطور يا جماعة ليه طرفين بس طرفين اللي هم بيشغلوه الطرف ده والطرف ده نفصلهم كده اهمك عشان يبانوا اغا يا جماعة طالع منه طرفين بس زي ما احنا شايفين اهم مفروض لما انا اوصل كهرباء هنا وهنا يشتغل لو هو حالته سليمة معانا كده يا جماعة السلكة بتاعتنا هي اللي بنشغلها على السيريال ادي سلكة هي اغا يا جماعة ونوصلها كده بالسيريال اللي احنا عارفينها طبعا وشفناها في اول الفيديو ونوصل كده كهرباء من السيريال ونشوفه بس يا جماعة ما اشتغل شيء طيب اول حاجة عايزين نختبر ايه مثلا البوبينة البوبينة طرف هنا وطرف هنا اللي هم الشربون دول متوصلين بالبوبينة لو هم ادوني نوارة اللنضة يبقى ايه شغال يبقى البوبينة شغالة اه بس يا جماعة اللنضة نوارة اهي هجيب اللنضة شوية اهو كده يا جماعة ادي اللنضة اهي اللي على شمال نديك نجيب كده يا جماعة والطرفين بتوع البوبينة اهمك بس يا جماعة كده اللنضة نوارة اهي كده يبقى البوبينة سليمة طيب ايه اللي بايز هل المخدات دي المخدى دي والمخدى دي نشوف كده طرفين المخدى يا جماعة ادي طرف اهو راح للبوبينة والطرف التاني اللي احنا بيديله كهرباء كده بس يا جماعة شغال يبقى طرف الايه البوبينة الطرف المخدى دي شغال اهي يا جماعة طيب طرف التاني بقى طرف زي ما احنا شايفين كده اهو طرف البوبينة طرف اهو طرف المخدة واللي اين شيد المخدة دي ودي طرف اللي طالع منها اللي هو رايح للبوبينة اتقرب كده اه بص يا جماعة طرف ده يا جماعة مش واصل مش شغال فاصل اهو اهو يا جماعة كده طبعا يبقى ايه المخدة دي بايزة طيب القطع منين بقى او الفاصل منين هنفك نحاول نفك بقى ايه الرباط ده يمكن الفكة من حتة قريبة ونشوف كده اهو كده اهو مش شغالة يا جماعة ان احنا دي مش شغالة هنجيب بقى ايه زي ما احنا شايفين كده ونحاول نشوف يمكن تكون القطع قريبة اهو كده اهو كده هافصل دي اهو يا جماعة كده فاصلنا اهو ونفك بالراحة كده اهو اهو يا جماعة ونفك اهو بالاسف مش باين القطع كده اهو نشوف هنا كده يمكن فيه اهو نشوف انصر حراقي كده ولا حاجة ولا دي مجرد لحمات اهو كده اهو يا جماعة اجيب حاجة واق واق صوف السلك ده من برا واشوف شلت يا جماعة السلك اللي هي طلعة دي قلت فك اللحام اللي هنا يمكن يكون تحت اللحام ده هو الفصل يكون اول ما ضربت ضربت فيها او الفصل جاي منها هنقس كده يا جماعة المخدة بص يا جماعة من الببيلة خارج خارج المخدة ودي الدخل اهو الحمد لله اشتغلت ونورت طب نعمل ايه بعد كده بعد كده يا جماعة اهو هنفك الحتة دي كده ونحاول اه ممكن يكون يا جماعة الفصل جاي من هنا كده اهو كده وهنجيب بقى اه ونلحم حتة السلكة دي في بقية المطور اهو كده ونجيب دوة اللحام ونلحمها ونشوف النتيجة بعد كده خلاص يا جماعة لحمنا السلكة هي جبنالها حتة مكرونية علشان نغطيها كده اهو بعد كده هنجيب بقى ونوصل الاطراف طرف اهو بالمفتاح بتاع المطور اهو كده وفيه طرف التاني طرف التاني من سلكة الباور اهو يا جماعة كده اللي هي من من الباور من السلك الاساسي يعني لدخل الامتين وعشرين اهو اهو يا جماعة رايح على طول على المطور يعني طرف رايح للمطور على طول وطرف رايح للمفتاح عشان نقدر نتحكم بقى في قفله وفتحه اهو كده ونجيب شريط لحام ونغطي الحاجات دي كلها اهو كده عشان ما يلمس في جسم المطور اهو كده ورتاح تحت اهو والنحية التانية اهو الطرف التاني اللي احنا لحمنا برضو نعمله اهو كده يا جماعة خذ خلاص يا جماعة انا صراحة ما كنت متوقع العطل ده كنت متوقع يكون في العطل في العنصر الحراري ده في عنصر حراري موجود على المخدة التانية توقعت ان هي تكون فاصلة مسلا من الاستخدام جامل او حاجة زي كده لكن الحمد لله برضو ربنا سلمها برضو والعطل جه بسيط نجرب كده يا جماعة ونشوفها يشتغل ولا لا بسم الله طبعا تجربتنا يا جماعة اهو تكون على السيريال لا يكون في حاجة في الملفات بس انا ما اعتقدش ان هو ضرب لان الملفات الملفات شكلها ينضيف ونحسها بيلمع ما اعتقدش يا تقريبا اتقطعت من الايه الاستخدام الهزة حاجة زي كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا جماعة الحمد لله اشتغل اهو اهو ونقفله بقى ونضيل صاحبه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله